وللتعليق أكثر على فعاليات اليوم الوطني من منطقة الباحة ينظم إلينا مراسل قناة السعودية زميل عبدالله الراشد أهلا بك عبدالله بتأكيد وكما شاهدنا في التقرير قبل قليل منطقة الباحة كبقية شقيقاتها مناطق المملكة تعيش هذه الأيام احتفالية اليوم الوطني التقرير صلت الضوء على جوانب من الفعاليات هناك ونريد منك تفاصيل أكثر وحديث عن بقية الفعاليات في هذا اليوم المجيد نعم هلال مثل ما تحدث التقرير فعلا عن فعاليات في كل مناطق المملكة منطقة الباحة تشاطر شقيقاتها الاثنى عشر الأخريات باحتفال اليوم الجميل هذا همحة القمة والذكرى الثامنة التاسعة والثمانينة للمملكة العربية السعودية اليوم كان هنا احتفال في منتزه الأمير حسام بالقيم احتفال حضر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بعروض جميلة ما بين اوبريت غنائي قصائد نبطية وفصيحة حفل خطابي العاب نارية وتواجد جميل للحضور يعني امتلأت مدرجات المسرح المتواجد هنا في منتزه الأمير حسام بالإضافة إلى فعاليات طريقة الملك سعود وفعاليات الهيئة العامة للترفيئة التي مستمرة حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل لهذا اليوم معي الآن الدكتور علي الصوات أمير منطقة الباحة ليتحدث بشكل أكبر عن الفعاليات التي قامت خلال اليوم الماضية في منطقة الباحة الدكتور نرحب فيك تفضل يعطيك الصحف العافية نرحب فيك في نشرة الأخبار بالقناة السعودية إذا ما تحدثنا عن اليوم الوطني وكل عام وانتبه خير بهذه المناسبة ما هي كلماتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية نشكر القناة الفضائية السعودية الأولى على هذه التغطية الجميلة كما ذكرت أستاذ عبد الله الوطن وجميع المناطق وجميع المدن وجميع المحافظات تعيش كرنفال وطني كبير وفرح بهذه المناسبة الغالية والعزيزة ونرفع أسماء آيات التهاني والتبركات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد يحفظهم الله وللأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعودي النبيل نحن اليوم ونحن الآن موجودون في مدينة الباحة في العاصمة الإدارية لمنطقة الباحة كان هناك حفل بهيج وكبير قبل قليل بحضور أكثر من خمسة آلاف من المواطنين ومن الأشقاء العرب أيضا المتواجدين في المنطقة أجواء وطنية جميلة جدا في مدينة الباحة مرياتك صراحة دكتور على ما حدث ومشألة حتى للجماهير متواجدة الآن نعم الحقيقة الفرحة مستمرة ذكرى اليوم الوطني لهذا العام أكثر تميز الحقيقة بشعارها بالعمل الدؤوب ضمن توجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله أيضا كان هناك عمل جميل حقيقة من هيئة الترفيه من الشركاء الحفل اليوم أقيم بتنظيم إمارة المنطقة بالتعاون مع الأمانة القطاع البلدي بذل جهود كبيرة جدا لتهيئة المواقع والساحات للاحتفال بهذا العيد الوطني الجميل والكبير شكرا لكم وكل عام والوطن بخير لك دكتور علي صوات من منطقة الباحة بالتأكيد بات هلال امتزاج اللون الأخضر والأبيض رمز مهم كل ما رأينا لون أخضر وبيض ذهب الفكر للمملكة العربية السعودية بالفعل والقلب والفكر في هذا اليوم في كل يوم هو للمملكة العربية السعودية شكرا للزميل عبد الله الراشد تحدث عن فعاليات منطقة الباحة شكرا جزيلا لك